دروة أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام ترتفع وطيرتها بشكل منحوظ لتتصاعد معها كافة الإجراءات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء والطرق المؤدية لها السلطات الحكومية وبعد تفقدها القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة أكدت سير الإجراءات يفق الخطط المرسومة لها خاصة بعد توفر الإمكانات عدة وعددان إذ يأتي ذلك نتيجة للجهود المبذولة والعمليات الاستباقية والغضاء الجوي المستمر منذ فترات طويلة جدا القوات الأمنية تبذي الجهود كبيرة قسم منها ما يتعلق بتأمين الطرق والعمليات الاستباقية وحملات التفتيش الواسعة التي قامت بها والاستطلاع الجوي وقسم منها ما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالمنافذ الحدودية لدرجة أنه لم تكن هناك أي مشكلة في استقبال هذا العدد الكبير هذا العام وعلى الصعيد الخدمي تكثف الدوائر الخدمية من جهدها إلى الضعف حيث جهزت المنتجات النفطية في كربلاء المواكب الحسينية بأربعة ملايين لتر من مادة النفط الأبيض فضلاً عن المشتقات النفطية الأخرى تم التجهيز من يوم واحد صفر الخير ولغاية اليوم بواقع 14 مليون لتر من البنزين و13 مليون لتر من زيت الغاز وأربع ملايين لتر من النفط الأبيض إضافة إلى تجهيز 254 ألف أستوانة غاز وتواصل جميع الجهات الحكومية في كربلاء عملها من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين صوب المدينة المقدسة لحياء زيارة الأربعين والتي وصفت بأكبر تجمع بشري ديني حول العالم علي خالد واني نيوز كربلاء ترجمة نانسي قنقر